جدا 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 في ناس ممكن تتاريق على الكلام ده لكن جزمة الكرة هتفرق معك كتير جدا 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 عشان كده كنت بتكلم مع بعض باللعابي النادي الأهلي من 3-4 تيام تقريبا وقلت لهم أهم حاجة وكان الكابتن سال عبد الحفيز برضو تكلم معهم في هذا الموضوع ان انا كنت في النادي من كام يوم وشفته بيتكلم معهم في هذا الموضوع ان جزم الكرة الست ستارز اللي هي الحديد دي اللي بتبقى مسكة في النجيلة في ظل الأجواء دي مع صعوبة هذه الأجواء وان احنا مش متعودين ان احنا نلعب في هذه الأجواء المطرة الشديدة والكلام ده كله هتفرق كتير جدا 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 واخدوا بالكوا بقى قد تكون هي عامل الحسم في هذه المباراة ليه؟ ان انت لو رجلك مسكة على الأرض كويس هتقدر تعمل اللي انت عايزه عايز تعدي حتعدي واحد بيعدي منك هتقف قدامه ومش هتزحلق لو لعبت النادي الأهلي النهاردة وده اللي انا عارفه ان هم مجهزين نفسهم تماما خلال هذه المباراة مجهزين نفسهم هتفرق كتير جدا 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 وجود جزم الكرة اللي هي الحديد اللي هي بتبقى مسكة فيه النجيلة بشكل مميز لانها زي ما انتوا عارفين طبعا جزم الكرة دي هي سلاح لاعب كرة القدم نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا النهاردة نشوف قمة تليق باسم الفريقين الكبيرين سواء نادي الأهلي او نادي الزمالك ونتمنى ان شاء الله ان هذه القمة تقام في تمام الساعة السابعة اللي انا بقول لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا حتى الان وتطمينات من الناس اللي موجودة في برج العرب يقولون لا ان شاء الله المباراة هتتلعب في تمام الساعة السابعة نشيل بقى من دماغنا ان المباراة مش هتتلعب عايزين نشيل من دماغنا الموضوع بخالص ونركز بقى ما تنسوش بالمناسبة المسابقة اللي احنا عاملينها النهاردة او انبارح احنا قولنا على حضراتكم المسابقة للفيديوهات حضراتكم انتم بتشجعوا النهاردة بعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة النادي الاهلي بعتلنا تشجيعاتكم على الصفحة وحنختار افضل خمس تشجيعات حضراتكم عملتوها في البيت بقى في الكافية في اي حتة في اي مكان حضرتك موجود فيه بعتلنا الفيديوهات دي واحنا هنختار خمس فيديوهات نديلهم لكل فيديو هندي تسكرتين للمباراة القادمة لنادي الاهلي في دور التمانية في البطولة الافريقية نادي الاهلي ضد نادي ساند داونز مهم جدا نحن نعرف ان المباراة دي مباراة صعبة ومباراة مهمة وانا اسف ان انا باكرر هذا الكلام ولكن هي دي الحقيقة لازم اقولها لحضراتكم كل شوية مباراة مهمة ومباراة ديربي مباراة خاصة جدا ما بين الاهلي والزمالك ولكن خدوا بالحضراتكم من سيفوز بهذه المباراة مش معناها انه هو فاز بالدوري العام ومن سيهزم او يتعادل في هذه المباراة مش معناها أيضا أن الدوري العام انتهى لا لسه في 11 مباراة ب33 نقطة أعتقد حيكون لهم دور كبير جدا جدا في تحديد من هو بطل الدوري العام هذا المسلم كلها فرق صعبة وكلها فرق كلها مباريات صعبة خلال الفتر اللي جاي نتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في مباراة الكل الحقيقة متفائل الكل ينتظر أداء فني جيد من النادي الأهلي الكل ينتظر أداء جيد من الفريقين الحقيقة ونحن نشوف مباراة الكل ينتظر العالم العربي بالكامل ينتظر العالم العربي طبعا وهنا في مصر الكل ينتظر من سيفوز في هذه المباراة والكل ينتظر المستوى الفني اللي حيظهر به سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك في هذه المباراة